السلام عليكم وردنامي قناة كورا فانس إذن في إطار التغطية دينا لأبرز لقاءات المنافسة دي الكعس العرش في حلقة اليوم إن شاء الله سوف تحتو على ثلاثة دي اللقاءات اللي تلعبوا اليوم الكوكب المراكوشي يحقق تأهل للدور المقبل بعدما انتصر على مولودية الدخلة بثلاثية لهدف واحد النهضة البركانية يتأهل بعدما انتصر على يوسف زبرشيد بهدفين لسفر والرجاء الرياضي وحقق تأهل صعب في الدقائق الأخيرة على حساب ويداة فاس بهدفين لهدف واحد سوف تحتوه في حلقة اليوم على ثلاثة دي اللقاءات أنتم أيضا كما هو العادة ما تنسوش تشاركوا معنا بالآراء ديلكم بالتعليقات ديلكم بالتحليلات ديلكم ونتناقشوا كما هو العادة بشكل ويدي قبل ما انتخذت الفرصية الحلقة إذا عجبتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجي والحلقة بالنسبة لك يشاهدنا أول مرة تشجيل في قناة دينا فعل جرس تنبيهات بيش يوصدق الجديد أول بأول طبعا كنكيش بكم المحتوى اللي كنقدموه وما تنسوش تجلو في صفحة دينا على الفيسبوك غير نخلي لكم اللينك في أول تعليق متبتك وندخلوه في تفاصيل الحلقة أول لقاء سنتحدث عليه في حلقة اليوم اللقاء لجمع مبين الكوكب المراكوشي ومولودية الداخلة وانتهى كما تعرفون لصالح الفريق المراكوشي بثلاتية لهدف واحد ليتأهل مباشرة للمرحلة المقبلة من المنافسات كأصل عرش صراحة أتأسب شخصيا عندما أرى فريق من قيمة ومن حجم ومن عراقة الكوكب المراكوشي يتواجد في القسم الوطني الثاني فريق قدم الكرة القدم المغربية الشيء الكثير على مدار السنوات فريق كان ينافس وبقوة سواء محليا وإفراقيا أيضا فريق أعطانا العديد من اللعبين اللي كانوا يشكلوا النواة الأساسية للمنتخب الوطني المغربي على مدار السنوات أمثال طهر الخلج البهجة أضف إلى ذلك العديد من اللعبين اللي كانوا يقدموا صراحة مستويات أكثر من رائعة داخل أرضية الملعب وكانوا يمتعونا كجماهير تنظر على أن الكوكب المراكوشي يدفع 8 تسير العشوائي في السنوات الأخيرة عموما أتمنى على أن الانتصار ديال اليوم يكون طلاقة للفريق باش يرجع للمكان الطبيعي دياله في القسم الوطني الأول يعني قلتها من قبل أقولها أعيدها وأكررها الكوكب المراكوشي يعتبر من أعرق الفرق الطبيعية والمكان الطبيعي دياله في القسم الوطني الأول فيما يخص اللقاء اللي شاهدنا اليوم انتصار مستحق بالنسبة للكوكب المراكوشي اللي يسيطر على اللقاء بالطول وبالعرض منذ الدقيقة الأولى لغاية آخر دقيقة وتمكن من تسجيل ثلاثة ديالهداف وكانت نتيجة تكون أكبر وأكبر لو أن المهاجمين ديالكوكب المراكوشي كما كنقوله استغلوا الفرص التي أتيحت لهم فيما يخص ملودية الدخلة فريق قدم لقاء لا بأسة به ولعب الإمكانيات التي تفر عليها ولكن كما كنقوله الفريق الأفضل في اللقاء كان هو الكوكب المراكوشي تأهل مستحق ولكن المرحلة المقبلة من كأس العرش من المرتقب على أنها تكون صعبة لأنها ستعرف تواجد فرق من العيار الثقيل كما كنقوله المنافسة ستبدأ تصعب مع توالي اللقاءات كما قلت نتمنى على أن الكوكب المراكوشي هذا الانتصار يعطيه واحدة التقاوي يعطيه واحدة شحنة معلومية في مواقع قادم من اللقاءات ونتمنى على أن هذا الفريق إن شاء الله يرجع عم قريب للقسم الوطني الأول في لقاء آخر عن نهضة البركانية يحقق انتصار على يوسف برشيد بهدفين للسفر ليتأهل مباشرة للمرحلة المقبلة من منافسة كأس العرش النهضة البركانية من المرتقب على أنه يواجه في الدور المقبل المغرب الفاسي في لقاء ناري بكل ما تحمل الكانيمة معناه فيما يخص لقاء اليوم تمتعنا صراحة في هذا اللقاء كانوا فرص كثيرة من الجانبين سواء من نهضة البركانية أو من يوسف برشيد تنظر على أنه عامل تجربة وعامل الخبرة كان عنده واحد طور كبير في انتصار النهضة البركانية في لقاء اليوم بالرغم من هزيمة يوسف برشيد ولكن قدم لقاء لا بأس به وأتيحت له العديد منها الفرص وكان بإمكانه يسجل في العديد من المرات وخلق متاعب كثيرة للدفاع النهضة البركانية يعني تحدثت على يوسف برشيد في حلقات سابقة وقلت على أن هذا الفريق يعاني من عقم هجومي الفريق في البطولة المغربية لعب خمسة دي اللقاءات هزيمة واحدة وربعات دي التعادلات الفريق لم يسجل إلا هدف واحد في خمسة دي اللقاءات وهتشكي بيننا على أن يوسف برشيد يعاني محد العقم هجومي لما كنشوف الفرص التي أتيحت ليوسف برشيد صراحة الفريق كان بإمكانه على الأقل يسجل هدف واحد ولكن تناوب اللاعبون على تضيع الفرص عكس النهضة البركانية نهضة البركانية لما كتضيع فرص معه يعاقبك وبشدة عنده لاعبين عندهم تجربة عندهم خبرة ويستغلون أنصاف الفرص تنظر على أن نقطة التحول في اللقاء وهي دخول اللاعب ياجور يعني قبل دخول ياجور لاحظنا على أن النهضة البركانية كان يعاني فيما يخص العمق الهجومي كان كالقاسع صعوبات كثيرة ولكن مع دخول ياجور لاعب عنده الكارزما عنده الحضور لاعب كيسجل من أنصاف الفرص اللاعب يحتاج لثلاثة ولاربعات يلتقائق ليسجل الهدف الأول للنهضة البركانية هدف أعطوح تسحنة معنوية وأعطوح تقيق اللاعبين للنهضة البركانية وأيضا هدف نعكس كما كنقوله نزلك التلج البارد على اللاعبين لليوسف فرشيد اللي كانوا يقدموا صراحة المستواجهة داخل أرضية الملعب من بعد تسجيل الهدف الأول للنهضة البركانية لاحظنا على أن النهضة البركانية سيطر من بعد ذلك على اللقاء وتمكن من تسجيل الهدف الثاني باش يقتل اللقاء كيفما قلت يوسف فرشيد قدم لقاء لا بأسابه ولكن ما ينقصه وهو استغلال الفرص التي تتاح له لأنه لا يعقل على أنك كما كنقوله تخلق 4 أو 5 دي الفرص بدون تسجيل ولا هدف عكس النهضة البركانية اللي عرف كيدير يربح اللقاء وتمكن من ترجمة الفرص التي أوتيحت له انتصار للنهضة البركانية وكيفما قلت اللقاء المقبل سيكون اللقاء ناري بكل ما تحمل الكلمة معنا النهضة البركانية ضد المغرب الفاسي وأنا شخصيا متحمس لكي أشاهد هذا اللقاء اللقاء سنتحدث عليه في حلقة اليوم اللقاء لجمع مبين الرجاء الرياضي وويداة فاس وانتهى كما تعرفوا لصالح الرجاء بهدفين لهدف واحد اللقاء دياليوم يمكننا نقوله على أنه تلعب واحد طابع تأري بحكم على أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت سنة 2018 نصف النهائي نفس المسابقة كعس العرش وأنا داك ويداة فاس تمكن من خلق على المفاجأة وتأهل على حساب الرجاء بضربات الجزاء بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدف الميت له كاد نفس السيناريو يتكرر في اللقاء اليوم يعني صراحة الرجاء كما كنقوله اليوم صعب اللقاء على راسه نتحدثوا أول شيء على التشكيلة اللي بدأ بها المدرب جامع السلامي يعني قلتها من قبل قلت على أن المدرب السلامي من اللقاء لآخر يقوم بمبدأ المدورة ودائما كيدير تغييرات فيما يخص تشكيل باش يحافظ على الفيزيك دي اللاعبين ويتجنب كما كنقوله الإصابات ويتجنب العياء لأن الرجاء كيلعب في العديد من الواجهات ولكن الشيء اللي ما فهمتوش في اللقاء اليوم على أن المدرب السلامي لعب باللعب بطيب كظاهر عيصر يعني بطيب كنا كنعرفوا على أنه ظاهر أيمن الرجاء الرياضي عنده العديد من اللاعبين اللي يمكن لهم يلعبوه في المكان أو في الجهة اليسرى كين اللاعب سوكحال كين اللاعب جبيرة يعني جبيرة كنا كنعرفوا الظروف دي الوفاة دي الجداء دياله ولكن كين اللاعب سوكحال لعب شاب لعب قدم الأوراق دي الاعتماد دياله في اللقاءات السابقة ولعب صراحة كما كنقوله نعطيه لقاءات فرجله ونعطيه أيضا تيقى لأنه صراحة لعب مذكور لاحبنا على أن المستوى دياله بدأ كيتطور وباش المستوى دياله كيتطور كيتطور باللقاءات كلما اللاعب يأخذ لقاءة فرجلو يأخذ ثقاء أكثر والمستوى ديالو يتطور تدريجيا من اللقاء لآخر عموما كيفما قلت الشيء الواحد اللي ما فهمتوش هو أنك تعتمد على اللاعبه طيب كظاهر عيصر اللقاء كما كنقوله بدأ واحد طريقة مثالية لفارق الراجع أول خمس دقائق اللاعب كما كنقوله بن حاليب كيتمكن افتتاح النتيجة جمهور ديال الراجع ظن على أن الفارق يسير وبخطة تابتة ليتحقيق الانتصار وليتأهول الدورة المقبل ولكن لحظنا من بعد ذلك على أن مستوى ديال الراجع تراجع داخل أرضية الملعب يعني تقريبا في الشوط الأول ما كانوش فرص كثيرة الهدف الأول ديالفارق ويداد فاس هل كان على أنه ما يتلقاش أهداف كثيرة في الشوط الأول والشوط الثاني يدخل ويرمي بالأوراق دياله كاملة ويحاول على أنه يعدل النتيجة الشوط الأول انتهى بنتيجة هدف لسفر الشوط الثاني لاحظنا على أن المستوى ديالفارق ويداد فاس تحسن داخل أرضية الملعب بدأك يطمع بدأك يخلق متاعب وبدأك يخلق الهاجمات وتمكن من تسجيل هدف التعادل عن طريق ضربة جزاء ومن بعد ذلك لاحظنا على أن اللقاء صعب على فارق الراجع الرياض يعني الويداد الفاسي باش نعطيه حقه فارق منظم جدا داخل أرضية الملعب فارق كما كنقوله كيعرف يوقف مزيان وأيضا فارق يتقن الهاجمات المرتدة وكان بإمكان ويداد فاس في العديد من المرات معاقبة فارق الراجع على تضياء الفرص يعني كيفما قلت منذ تسجيل هدف التعادل لاحظنا على أن اللاعبين ديال الراجع اهتزت المعنوية ديالهم داخل أرضية الملعب ولكن تقريبا في العشر ولا خمسة عشر دقيقة الأخيرة في الشوط الثاني كان بإمكان اللاعبين ديال الراجع على الأقل يشجلوا هدف ولا هدفين اللاعب مالونغو وتيحت له في نهاية الشوط الثاني تقريبا أربعة ولا خمسة ديال الفرص حقيقية فرص لا تضيع في كرة القدم لو أن الراجع كما قلت تقصف لقاء اليوم المسؤولية كان غيرتحملها مالونغو ليضيع صراحة فرص كثيرة ما يشفع لهذا اللاعب هو أنه في الشوط الإضافي الثاني تمكن من تسجيل الهدف الخالص بالنسبة الراجع وهدف التأهل للدور المقبل وجهة نظري الشخصية أعتقد على أن اللقاء اليوم يعتبر درس بالنسبة للمدرب جامعة السلامي وكذلك لللاعبين باش ياخدوا اللقاءات المقبلة بمحمل الجد اللقاءات تربح بالجهد بالعارق بالقرين طب القتالية داخل أرضية الملعب ولا تربح بأشياء أخرى خصوصا على أن هذه اللقاءات كتلعب بنظام خروج المغلوب ما عندكش فرصة تعوض يعني الراجع كما كنقوله مش كل مرغة تفلت الجرق الراجع رياضي يتمكنه متحقيق الأهم في اللقاء اليوم وهو التأهل للمرحلة المقبلة تأهل الصعب بنسمى الفارق ويداد فاس كما كنقوله دار لي عليه لعب بالإمكانية اللي عنده ويداد فاس جاءوا الضال البيضاء باش يوصل الأكبر نقطة تنضل الهدف ديلي وكان هو يوصل لضربات الجزاء ويكرر السيناريو دي الالفين وثمانتاش عموما كما كنقوله الراجع في الآخير تمكنه متحقيق الانتصار هدف قاتل عن طريق اللاعب مالونغو كان هذا كل ما يخص حلقات اليوم حلقة تحدثنا فيه على ثلاثة دي اللقاءات اللي تلعبوه برسم المنافسة دي الكعس العاش ما تنسوش تشاركو معنا بالآراء ديلكم والتعليقات ديلكم والتحليلات ديلكم وتناقشوه كما هو العادة بشكل ودي إلا عجباتكم الحلقة ما تنسوش تدعمونا بلايك بارتاجيو الحلقة بالنسبة لكي شاهدنا أول مرة تشجيل في القناة دينا فعلى جرس تنبيات باشي وصلاك الجديد أول بأول وما تنسوش تشجيلو سبحانينا على الفيسبوك غلنخليلكم لينك في أول تعليق متبت كاما معكم الرجامي قناة ورافينز السلام عليكم اشتركوا في القناة